مرحبا كيفكم؟ ما أخباركم؟ معكم مستوان بهذا الفيديو حابب نحكي عن قصة الفاجعة الكبيرة هي وفاة الطفل المنشد شب اليوم أنا عملت فيديو من سابق وقت كما بحادث غيبوبة وتوقعت يعني إلى حد ما أنه يصير وفاة والوفاة الله يرحمه طبعاً بتكون على أهل أسهل وقعاً من الغيبوبة الغيبوبة شعور صعب جداً مثل لابنه مزيون يقول لك يعرفوا ميت ولا ينسجن وخصوصاً إذا يعرفوا أنه ممكن يكون عاي بيتعذب تمام؟ فهي خلينا نحط هذه الفكرة الفكرة الثانية أنا بالفيديو الماضي قلت أنه جنسيته ما عرفت جنسيته بصراحة كويتي أو سعودي لكن حتى تلك المواقع بتقول أنه كويتي ومواقع بتقوله سعودي ومواقع بتقوله كويتي من أصل سعودي هذه أنا اللي عجبتني أكتر شيء أنه كويتي لكن أصله سعودي المهم من يومين تقريباً توفى الطفل مهم مكتوب اللي كويتي حسين العجمي بتقول لكم الوفاة كانت متوقعة والله يرحمه وأنا برأي أنا برأي الشخصي أنه الوفاة أسهل من الغيبوبة لأن الغيبوبة بشكل عام احتمال يضل سنوات ما يعني راح يموت تمام؟ دماغ وهيك بيضل عايش فقط قلبه اسمه عايش يعني بيغززو بسائل بسائل مغزي بالمشافي وهيك بيضل عايش القلب فبالأسف يعتبر ميت يعني وتموت الدماغ الإنسان يعتبر ميت هاي الأخير يعني فالمزعج يعني أو المحزن حكي الأب وكذا أنه ما اتطلت بيغيبوبة وكذا ومدعوله بعدون توفى طبعاً عميت بيهلف أحداث أثناء الغيبوبة كان بالمشفى كويتي بعدون العالم كله وكذا طالبت الوزير الصحة الكويتي أن ينقلوا لسعودية سعودية تغيبوبة أفضل بالطب مثل ما قد بالفيديو الماضي أنه سبب حادث السرعة السرعة تمام؟ بالسواقة تمام؟ يعني يعني أبوه ما في شي تمام؟ فبالتالي تلكم أنا الروايات بتقول أنه الأكتر الروايات صحة أنه شب اليام كان مع رفقاته تمام؟ وعن مع رفاق يعني فأدي أعمارهم هاي السؤال مهم وكمان لو أعمارهم صغيرة مشكلة أنه الحادث مصيبة يعني كيف الصغار بيسوق سيارة وبيسرعة وكذا ولو أعمارهم كبيرة كمان مشكلة أنه شو شو علاقة الصلة بين رفقات كبار مثلا شب اليام صغير وكذا حتى طبعا المقولات تختلف بين عمره عشرة للتلتعاش سنة وكذا لأ صغير بالأخير مبين صغير المشكلة بالأخير يعني متما فرعنا بالتفكير لو جمعنا شوية الفكرة أنه الحادث حادث سير سبب السرعة تمام؟ السرعة هيقدت بلا وفاة اثنين يوتيوبر قبل أو مشاهير قبل شو في اليام هن عبود العمري عمل الفيديو له بقناة غير هاي وأيضا الشمري سناب شات الشمري عمل فيديو أتى أنه طارين على الرياض بسعودية ودعوه أنه كذا متوقع طبعا أنه راح يموت وهذا الشيء تلكم بسيطة طبيعية في كثير من الناس تموت ما بتعريق أنه بهاليوم أو بهالأسبوع أو بهالشهر راح تموت تمام؟ يا الله يرحمون طبعا والذي لم يتوقع أنه عادي وصار الحادث الحادث صار الشمري السرعة على أسر الحادث توفى طفله ابنه يعني وبعدين توفى الابن الثاني طبعا سيارة إذا بتشوفكم سيارة شبه اليوم الحادث سيارة بتحسوك كم شي مشتحيل تقوله أنه راح يطلع حدا حي من هالحادث عبدو العماري نفسه الله يرحمه كمان توفى بالسرعة تمام؟ وللأسف عدم اللاموبالاة كان بأفريقيا عابي عمل مثل رحلة وفيديوهات وابا عمل وعبير قصوه قبل ما يموت كانوا حيطين سيارة بالطريق هيك مثل فكرة الشباب وكذا روح الشباب بنفتحبه بالسيارة بنحط موسيقى ويلا بنرقص وكذا ونطلع بالسيارة سيارة معنا مثلا نرفقينا الثاني منتسابق معه كمان بنحاول تقريبا نضرب بعض الموسيقى كله عبت نشطنا كذا إذا ما كان لسه الشخص بجل إيه خدله شي يعني تمام؟ للأسف يعني ما أتعبود العمل بسبب السرعة الشب بيزاوت شبابه حتى الشمري شب بيزاوت شبابه الحرام وأب يعني لأطفال وهلأ الطفل شبه اليوم توفى بسبب كمان السرعة الفكرة الثانية أنه موضوع الشهرة يوم إنسان بيشتهر هل لازم مثلا سي عنده نشاط أنه زيادة أدريناليل من نشاط وكذا وبالتالي تحفيز وأنه بقى يصير هيك يحس بهيدا النشوة هيدا أنا بسميها تلكم تأثير الشهرة السلبي عن إنسان يوم الشهرة بما أنه بما إلى إيجابيات وإلى سلبيات تمام قد تكون الشهرة نهاية الشخص قد تكون الشهرة دمار للشخص تمام مثل ما عم يشوف كتير مشاهير بعضهم تدمرت حياته وبعضهم الأسف توفى فالفكرة مثل ما أنه سلطة الشهرة بتأثر على إنسان بشكل سلبي أنا بعتبر أحدى التأثيرات السلبية هاي أنه شو؟ أحس دائما حالي أنه أنا صرت شيء تمام والحدود تبعيتي ما بقى يعني ما لي حدود ما لي حدود بالسعادة بالقوة بالسلطة تمام بالمعارف أنه الناس تعرفني و فالإنسان هان لأسف بصير عنده هيدا الأدرينالين الزيادة اللي زايد عن حده بصير عنده هيدا الحب السرعة بقى وإنه أشتري سيارة فلانية أشتري جرب الفراري وأسرع وكذا بصير حوادث مثلا هان بألمانيا أغلب الحوادث تصير بشيء سيارات حديثة مستأجرة أغلب يعني بين الـ 18 سن القانوني للـ 25 تقريبا 30 أغلب الحوادث الموت هوا تمام ما خطايرا ما بيشوفوا أو كذا أغلب الحوادث الشباب سيارات حديثة وأيضا مستأجرة يعني بشوف السيارات مستأجرة أغلبة الحديثة بتكون غالفة مستأجرة للأسف يعني هذيك التقريبا منشي منشي شهرين صار عن جم مدينتي هوني حاضي السيار سيارة كانت مارسيديس والله شو اسم الله عارف نوديل يعني 2021 السيارة يعني نصر أمامي طير الشخص أكيد الشوفير مات وقت الشاب شاب 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 مزوجة شباب مات السرعة والطاء أو كذا فقالت لكم هذول الناس المشهورين وناس بيشوفوا المشهورين وبشوفوا السرعة وبيقلدوهم تمام فتنتهى الأمور بالوفاة لازم نكون هيدا المقولة انه الدرهم شو بيقولوا انه يحتاج قنطار عقل يعني مثلا يورو بيحتاج قنطار عقل أو سينت بيحتاج قنطار عقل يعني المال بيحتاج عقل الشهرة بتحتاج عقل السلطة بتحتاج عقل تمام وإلا بتضيع وبتضيع الكل معك هيدا الفكرة الأساسية وهيدا تلكون يعني الأسف بيصير مع المشاهير كتير أغاني الشيالات من الأغاني الحلوة بالتراس الخليجي يعني تراسية تعتبرت محفزة تمام كذا بس يوم تلكون إنسان بيسمع وبيشجع وكذا وبيسوق كذا شي مكوي لازم إنسان هيك دائما يعرف انه ما بيصير ما بيصير إنسان يطلع عن حدود ربنا خلقه فيها تمام وإلا بيضيع وجوز تلكون تكون نهايته فهذا الصار آآ للأسف يعني يعني إنسان بيموت بكل بساطة بهيدا السبب أنا بعتبره السخيف يعني إنسان يعني يموت من ورا أنه والله هيدا جرعة الأدرينالين تمام أو هيك مبسوط الزيادة يلا من السوق مثل ما مرة مخرج أغاني بنانية كمان مات في اسطنبول شاب كني نخلي والله شو كنتو ما بعرف شاب شاب كمان ضواحي اسطنبول عبسو وتستروات بره اسطنبول كمان يعني طالع عن حد الطبيعي بالسرعة وهيك سورا حديثة واستطنبول وهوايات وجو حلم الله يرحموه فمثل ما أن الإنسان يوم بده يشتهر هيدا نستفيد من القصة عبره إنسان بدي يشتهر أو بدي يصير شي ينتبه على موضوع أنه للشهرة مثل ما مشوف أن نحن إلى إيجابيات مثل ما مشوف ناس كتير لا باليوتيوب بالوسائل التواصل اجتماعي مثلي بيتكلم مثلا أو مثلا بيعذفوا أو أو أغاني مغنين أو بالمجال الأكل أو أي مجال يعني بدون يشتهروا مصرات وهيك يعني ما تفكروا أنتم المشاهدين ما تفكروا أنه المشاهير منشبه طعا فكرة بنسبة كبيرة أنه مبسوطين كتير مشاهيرا فكرة بعد ما يشتهر وكذا ويكون عنده رغبة هيدا حلمه أنه يشتهر بندهم على الشهرة أبسط شي هو عدم أنه موضوع الخصوصية خصوصيتي أنا وحياتي خاصة وكذا ما عاد أحس فيها وكتير مشاهيرا بيشكل من هذا الموضوع وفيه ناس من تحرم من هذا الموضوع يعني موضوع مسهل فعادة موضوعنا عم نحكي عنه شو أنه الأدرينالين وكذا وتصير تأثر بشكل سلبي هاي كنت تلقون الله يرحمه يا شاب اليوم ويصبر أهلك ويصبر كويات وصبر الخليج والعرب صعبة يوم تفقدوا أنه يعني شاب أو طفل أو شي تكون فقدانه طبعا فقد أنه شخص صعب بس يوم يكون شاب صعوبة أكبر بكتير فقد مثلا عمر زلمي مثلا بشخص بعد السبعين أو شي حسب أن الله يملكي الله يرحمه ويجعل مسواه الجنة وصبر أهله وصبر دولته هيدا كان فيديو اليوم شكرا للمتابعك معكم استيوان السلام